لاجل التخطيط في النادي الاهلي بالتأكيد عليها دور كبير جدا الفترة اللي جاية سواء في تعاقدات جديدة للعبين أو رحيل بعض اللعبين وانت بتقول لي أكثر من المرة أنت في مجموعة كبيرة من اللعيب النادي الاهلي عايزهم من الحرب لاجل التخطيط في النادي الاهلي مطلوب منها إيه الفترة دي الفترة ضيئة جدا لأنك تعرف تعمل أبغريد أو تعديل للفريق وهو مفروض يبقى عنده data كبيرة للناس اللي موجودة كلها وهو مش بسهل أنه هو هجيب العيب من مصر دلوقتي يعني أن الأهلي لجنة تعاقدات مش هتقدر تتفق بسهولة مع العيب مع كريم مثلا رمضي لأن كريم ما جاءت فقط يتفق معاه فيه الزمالك بيتفق في يوتشال بيتفق فاركو سيراميكا وكلهم بسم الله ما شاء الله خزينهم مفتوحة فأنا مش زي زمان هعرف أجيب العيب أخش السوق اللي أنا عايزه أغضر بزافتك كده ودي نقطة وأن أنا هدفع أكتر النقطة الثانية أنه كان فيه أمل أن أنا ألعب في النادي الأهلي أو في النادي الزمالك ما عادتش موجودة زي زمان دلوقتي اللعيب يقول لك أروح لأهلي طبعا أنا مش هلعب أنا هبيقعدون يعني ما نستفاد ده اللعيبة بتاعت الأهلي بتطلع بره بتاقت 3040 وبيسيبوا أولادي النادي وبيسيبوا النادي أصلا طبعا أنا هروح ليه فكل ده بيدور في عقل اللعيب و الوكلة كمان بيزنوا عليه ومتا هتروح تقعد زي حسام حسن مش هتلعب وهتترك انت كان هدف الدوري وبطلوا ما بيلعبش فمش بسهولة أنه هو يجيب طيب هجيب لعيبة من بره أفاركة كل دايما لجنة التعاقدات أو أو بيميلوا على الوكلة والوكلة عايز مصلحته بس بيصدر لك لعيب مصابق بيصدر لك لعيب تعبان بيصدر لك لعيب ليه اللعيبة الفرق الظغارة هي اللي بيجيب أحسن اللعيبة يعني إن بيجيب جون أبوكة إسماعيل زمان جاب أتاكة أو المقاولين جون بواليا دا اللي كان في الجنة جابوه إحنا جبنا فوافي في المقصة مبلولوا كمان في الاتحاد عام شو مبلولوا دا كل اللي أنا قلت عليهم دول لو رحوا الأهل والزمالك مش هينفعلوا معرفش يعني مفيش واحد في الدور المصري رح أهلي والزمالك وكسر الدنيا لا جون أنطوي لعب في الأهلي ولا بواليا دا لعب في الأهلي كويس لأنهما لعبوا في الأندية دي ما فادوش فلجنة التخطيط عليها أن هي لازم لازم أكابت اللجنة الكوري يخش في ناس خبيرة إنها كويسة ويلفوا زي زمان ويطلعوا هنا ويطلعوا هنا ما يعتمدوش على الوكلة لازم أنت حد من ولادك تدي له مرتب يا أخي روح شوف لي في الدرجة التانية شوف في الدوري شوف يطلع في أفريقيا ما أنت بتدفع دولارات للناس قاعدة في الفنادق وما بتمرنش وقاعدة مرتاحة ما تدي لولادك يطلعوا هنا وهنا وهنا ويجيبوا لك العين علامة يهوب دا طلع المجاب أزهاره شخد هدف الدوري دا من ولادك هو علامة يهوب وعينه حلوة ما تطلع الناس ما تعتمدش على الناس قاعدة على مكاتبها ويجي الوكلة حواليهم ويقول لك خده وخده هو عمتا ما بقاش دايو يحصل في العالم انت عارف انت دلوقتي مثلا لو انت رايح تشيلسي شوف تشيلسي بقا هيبعات لك حد يشوفك في الملعب بالرابة ليه مش هيخد السيدي يقول لك خد السيدي بتاع محمد عبد الجديد شوفوه مفيش ترا رايح تشيلسي في انجلترا صح هيبعات حد يشوفك في الملعب صح يجي اللي معد يعمل دفاير حلوة كده هتوف او الله يا كابتن معدش في حد بيتعب يتعب عشان ربنا يديك اللي راح جاب أجاية ده ولد ما اعرفش مين اللي جابه اللي قدام بقى الجداد انا بحييه ولد أجاية اللي جاب في لافيو اللي جاب جيلبيرتو اللي جاب فيليكس من زمان انت فاهمني؟